طيب المراهنات عيني عينك قعد الإعلام فترة طويلة جداً يتحدث عن المراهنات في الدور المصري بصوت الهمس والغمزة أحياناً واللمزة أحياناً أخرى ومحدش كان عنده دليل احنا بنتكلم في موضوع المراهنات ده بقالنا كمثلنا قالنا فترة طويلة بنشاور أنه فيه أمور مش طبعية فيه أمور مش طبعية في المسابعة والسنة للموسم اللي فات أو اللي قابله اتحاده الكرة ظبط واقع أو الواقع راحت القسم بمركز شباب طامية في الفيوم وكان فيها اعترافات أنه فيه لعيبة في الدرجة الثالثة خدت فلوس من الناس عشان تتلعب في نتيجة مباراة وما فيش حاجة حصلت وتكلمنا أنه فيه مواقع أجنبية بتجري المراهنات على الدور المصري وأن اللوجو بتاع التحاد الكرة منظم المسابعة واللوجو بتاع كل نادي من الأندية اللي مشاركة في الدوري بتتصدر هذه المباريات عند الإعلان على المراهنة عليها تعاملت حملات صحفية كتير من سنتين أنا فاكر في الأخبار زميلنا تامر عبوهاب عمل سلسلة تحيئات عن المراهنات تهدد الدوري وفضلت الناس تنتظر من اتحاد الكرة أنه يتحرك مفيش حركة وكان الكلام أهو إعلام أهو زي ما بيقوله كلام جرايد مدام ما عندكش دليل الحياء حتى شاهد شاهدوا من أهلها طرع باسم مرسي لاعب الزمالك السابق والإسماعيل الحالي في حلقة من حلقات البودكاست وشاور بوضوح شديد جدا أنه في مراهنات في الدوري إيه اللي المفروض يحصل هنسمعه عشان نشوف بالضبط حقيقة الموقف ايه في مراهنات في الكرة المصرية طبعا في مراهنات في أنا بأضمع على العيبة وفي لعبة كثيرة عارف الكلام ده ييجي لك مثلا في الدائج 20 طلع قرى قاوت مثلا في الدائج 20 طلع قرى قاوت في الدائج 5 عشان طلع قاوت في الدائج 24 مثلا طلعوا هديك مثلا 15 ألف جنيه 10 ألف جنيه وموجود طبعا مراهنات في الدورة المصرية شفتي بعينك ده يعني أنا معمشابة مع العيبة يعني معلين أنه اضحكانك ومعون أن أنت شوفت بعينك التقلهم كلام ده اتقلهم كده نصا طلع الكرة ببرا او خد انذار يعمل فول في الدقاء 15 مثلا خد انذار في الدقاء 20 او طبعا في طبعا في في حد عمل كده في يعني في العائلة بتدخل طراعين اصلا في الدور المصري على نتاج مماطشات وحاجات كده ويخش ور مثلا بسم مثلا هيعمل ياخد كارتة احمر مثلا في الدقاء 20 فبسم ياخد كارتة احمر في الدقاء 20 في العائبة دخل لو في ناس بتفوت اجوان عماتني اش اعزها اكثر يعني فعلا بيحصل با بيحصل 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 الله وحصل في اندهة كبيرة يعني حصل من بعض اللعبة في اندهة كبيرة هو انا يعني طبعا بالنسبة لباسم كباسم انما انا حستند عليه في الوقع دي لانه واضح انه هو غارز في مجموعة متدخلة في الموضوع متدخلة في الموضوع داوي وقال اعرفهم بالاسم وقال في ناس فوتت وفي ناس بتفوت اجوان وفي ناس بتاخد انظارات وفي ناس بتطرد لكن انا ما ليش دعب هو قال كلام دا هو مسؤول عنه بس هو حدد انه يعرف اسماء اللي انا مندهش له جدا انا لحد دلوقتي ما سمعتش ان حد من اتحاد الكرة او المسؤولين عن الرياضة او الربطة المسؤولين عن الرياضة اصلا دا مش في الدوري دا كرة او في الرياضة المصرية دا حتى على مستوى الوزارة دا موضوع خطير دا بيمس سمعة الرياضة في كرة القدم والله اعلم في الرياضات اخرى ولا لا ان حد قاله تعالى قلنا مين دول الكلام دا صح ولا غلط واذا كان صح هم مين دول ليس من حقه ابدا انه شوه سمعتم لا لانك انت قلت انا اعرف انت شوهت الكرة المصرية واحنا بنقول ان فيه احنا عارفين بالاحساس ان عارفين ان فيه حاجة بس ما شورناش ما تدعيناش ان احنا نعرف ان عد قال انت بتقول فيه حد قال دي شهادة مهمة جدا يجب التحقيق فيها لان دي اول الخط اللي ممكن يوصل لك استاذ ابراهيم لحاجات اهمة بكتير ده اللي خلانا جابنا الفيديو ده لأهمية ما قيلة وخطورته وخطورته طيب الكلام دا خطورته فينا جماعة انك انت عندك احتمال امرين فيه احتمال انه باسم ما بيقولش كلام فرائع في الهواء مؤكد انه عارف ناس وعنده معلومات قال كده طيب تحاضي الكرة عنده حاجة اسمها لجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد شيرين فهم هذه اللجنة معنية بحماية المسابقة وكل ما يتعلق فيها ما ظنش ابدا انه فيه اصعب وافدح واخطر وابشع من اتهامات تمس نزاهة المسابقة وشرفها طبعا ما فيش ما فيش ابدا لا يمكن يكون فيه اتهام اخطر بانه فيه رشا في المسابقة فيه ناس بتقبط فلوس عشان تفوت مطشوات فيه ناس بتقبط فلوس عشان تطلت في وقت معين فيه ناس بتاخد فلوس عشان تحقق حدث معين ينجح صاحب الرهان ابو استاذ زفرين ده مش اتهاب اه ده شاهد وبيضلب شهادة عبر وسائل الاعلام وبيقول انا عارف هنا يبقى السكوت جريمة حقيقية في حق الدوري وربطة الاندية المفروض دي مسابقتها ودي سمعتها لو انتو عجبكم انه يبقى فيه مسابقة تلاك على الالسن بهذا الشكل بره وجوه ان الدوري المصري خلاص باز وبقى مرهون للمراهانات المسألة في منتهى الخطورة حتى على القيمة التسويقية للمسابقة وصورتها وقيمتها احنا بنتكلم على التحاد فات عليها 100 سنة كاملة واكتر فهنا لما اللي بيتكلم ده مش صحفي ولا اعلامي ولا واحد بيتكلم من الجمهور اللي بيتكلم لاعب مسجل في الدوري بيلعب مع فريق ومتواصل مع زميله وبيتكلم بالنسان الشاهد بيتكلم ان انا عارف ناس وان انا سمعت ناس وفيه ناس بتعمل كذا وناس بتفوت مطشاط وناس بتقبط فلوسة عشان تعمل اكشن في توقيت معين في المباريات لانه في رهان على النقطة دي طيب يا جماعة احنا محتاجين ايه ده كلامة الف العلن يمس المسابقة هنا مش الاجدر بربطة الاندية تحيل ما تم عرضه وبسه عبره كله انه انتشر كتير جدا حتى المواقع العربية بتاخده طيب انتو النهاردة احنا غيرين على مسابقتنا تعالى سيد المستشار محمد شريم فاهمي رئيس لجنة الانضباط مفيش اخطر من ملف زي كده يروح له يبدأ التحقيق ويبدأ يمسك اول خيط اول خيط ان فيه لاعب في الدور بيعترف بنفسه تعالى اقول ايه معلوماتك اللي عندك وإلا يبقى فيه مشكلة في تعامل الاساءة شوف ايه معلوماتك ما حدش يقدر يعيرنا دي ظاهرة عالمية وظاهرة العالم كله بيتصدى لها لكن انت ممكن العالم يعيرنا بايه بانك عارف وساكت او تقدر تعرف ومحاولتش تعرف خلينا نقوله بالطريقة دي لان فيه واحد اهو بيقولك انا شاهد زي كابتن شاكر عبد الفتاح ما قالك فيه لعيبة بتاخد منشطات ولعيبة عندي بتاخد كذا فمثل هاي الاعترافات ما تتقلش وتنتهي بان احنا ياه ونبدأ كلام وده مش لا ما يبقىش فيه استهانة احنا ببتدينا الحلقة بنقول ايه الكرة مصرية كرة قوية يا جماعة طبعا بكل ما يشوفوها من الكلام اللي احنا عمليين نقوله ده ما بقى لك لو الاداء ده انضبط مهم لا ما بقى لك لو الملعب دي تصلاحه لو ما بقى لك لو كل شيء تحط فيه مكانه الملعب ده للمبارات والملعب ده للتدريب والتوقيت بتاع المبارات كذا وهنتصدى للمش عارف لايه لما كل كلمة تقالي يجب ان يتم تحري خصوصا لما انت احنا كنا بين ننوي وبعدين بعد شوية التنويه ده ابتدى يبقى له امراض وبعدين طلع واحد يقال لك انا شاهد دي النقطة اللي انت بتدور عليه اي حد بيحقف حاجة يتمنى حد يقوله انا شاهد ايوه يدور على الشاهد ده هو ده مربط الفرص يا شاهد يا بتشوي يا بتشوي اه نجيبه انا اتصور ان هو مش هيحط نفسه في موقف ان يقول انا شاهد هو معا لانه لو رح علاقه مش هقول يبقى هو مسؤول جدا ع كل كلمة قاله اه طبعا ويطلع يتقالينا ايه بقى في الحالات يتعمل ايه طب لو هو شاهد حقيقي وقال المعلومات مهمة يبتد يقوله تنخد ده لان المراهنات وراها حاجات اخطر احنا قلنا السلامة المالية على مستوى العالم ليه الاتحاد الدولي معني بيها لان فيها زوار غسيل اموال وجراء المال ومراهنات مع بعض الخلل الاداري في الانتقالات والعمولات والكلام المشبوطة فانت حضرتك ربنا رزقك واحد بيقولك انا شاهد فرصة العمر ان احنا نبدأ اصلاح حقيقي مسابقتنا جماعة والله لو زبطناها هتشوفوا الكرة مصرية دي فين طيب